السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد انتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم تشكيلة من العصائر اللي اكيد غدي تنفعكم في رمضان وحتى من غير رمضان الى كانت عندكم شي مناسبة عراضة في الوجابات وكذلك حتى في الصيف يعني العصر راح نياه كان نحضروه على طول السنة غير هو في رمضان كان بغيو النوع اكتر وكل نهار نحطو مضاق مختلف على نهار اللي قبل نتمنى هاد الاقتراحة هادو اعجبوكم وان شاء الله نعود نشارك معكم جزء تاني وثالث علاش الله خليولي اياه الرأي ديالكم في التعاليق وخليكم معايا ما تمشيو فين يلا هنبداو بسم الله بسم الله في الكاس ديال الخلاط درد كمية ديال الفخنبواز مجمد مع حبل ديال الموز وغاد ينطحن الكل بعصر البرتقال بنسبة الكمية كتبقى على حساب القوام ديال العصر كيفاش بغيتو هواش خفيف او تقيل وكذلك ممكن تخلطو بالماء والبرتقال او على حساب اللي توفر عندكم سافي غاد ينطحن الكل مع بعض وتيكون هنه هدا هو القوام ديالو بالنسبة انا هنا مدر تشكع السكار حيات كان عندي الموز حلو كذلك عصر البرتقال حلو المهم السكار تبقى على حساب الدق ديالكم كيف كتشوفوا القوام ديالو ما تيكونش خفيف بزاف وفي نفس الوقت ما تيكونش عاوتاني تقيل المهم انتو ما كتبيروا القوام ديالو على حساب الدق ديالكم مهم هاد الكيميه هادي اعطاتني اه قرعة هاديك فيها اطرو مع كاس مهم انا هنا غاد نكبوف كؤوس ديال التقديم كيف كتشوفوا القوام ديالو تيجي رائع خصوصا فاش كتديروا الفواكه جمدة فكتعطي واحد القوام تيكون تقيل اكتر اه سافي غاد ننزينو هكا من الفوق بحبات ديال الفرنبوز يعني باش كنعطيو داك الغابل باللي هاد العسر هاد بالفرنبوز وتيبقى التقديم والتزيين ديالو على حساب المتوفر اخليكم معا ينضزو العسر الثاني في الكاس ديال الخلاط درت واحد شوش حبات ديال الكيوي شوش حبات ديال البانان او الموز ودرت كمياء ديال عسر البرتقان وطحنت كل شي بدون سكر حيط اصلا البانان حلو العسر البرتقان حلو فسافيني منحتاش انضيف سكر اكيد القوام ديالو تيبقى على حساب طوق ديالكم ممكن الاجهكم تزيدوا الكمية ديال عسر البرتقال او كتزيدوا الماء بغيتوه تقال كتنقصوا سافيو كان نقدموه بهات الشكل هذا يعني ندرت واحد ترنش ديال الكيوي باش كنديرو غابل باللي هاد العسر هذا فيه الكيوي الداخل مهم منظر ومضاق جاو عسر منعشوا بنيا اذا نخلي لكم الرابط ديال انستغرام والفيسبوك في صندوق الوصف تسفطوا ليات طبيقات ديالكم فرهم اكيد غدا يفرحوني بساف وتنكون حاضرة اكتر يعني هكايا فليستوغي ونشارك معكم اليوميات ديالي وندزول لتحضير العسر الثالث عسر فناشي اللي كيجي رائع شكلا ومضاقا كوكتيل اللي بجوج ديال الطبقات او جوج ديال نكهات جو ولا ارواح في الكاس ديال الخلاط درت كيمية ديال الفخمبواز المجمد او كتدير الفخيز او خاليط ديال الفواكه الحمراء المهم اللي توفرت عندكم ضفت عليها واحد نص بنانا او كتديروا بنانا صغيرة وكذلك واحد شوية ديال عصر ديال البرتوقن تقريبا كنت درت واحد ثلاثة ديال المعالقة كبار غير باش كيساعد على داك الفخمبواز كي تطحن مهم باش كنعونو هكيال الخليط يتطحن مسيان كنحصلو على هاد القاوم هادا انا مادرت لسكر لولو يعني كتفيت فقط بديك الحلاوة ديال الموز وكذلك عصر البرتوقال يعني كان راح له قاوم التي يكون تقيل بهذا الشكل باش هكي يكد جين واحد طبقا التحت وطبقاء الفوق عرفت هادالعصر تكون حرارة وتشربوه يعطيكم واحد الانتعاشة يا سلام تشربو الكاس الول والثاني ومتشربو الكاس الول والثاني ومتشربوه المهم انا وجدوهم في البرد ودائره لهم جامد جب بارد بارد من المهم اتهلت فيهم وصافي سوف ندخل الكوس غير تلاجه باش تبقى لياديك الطبقة ديال الفخمبواز يبقى هكيه جامد وما يتوبش بالنسبة للطبقة الثانية درجوش ديال تفاحات صغار او كدير وحدة كبيرة وكمية ديال الموز كان عندي في المجمد يعني خسطروري هادالفواكيه يكونوا جامدين باش كديرها كيديك الطبقة كل واحدة مع بعضياتها وضفت كمية ديال العصر ديال البرتقال وكنطحن الكل مع بعض بدون سكر دائما بدون سكر بالنسبة للطبقة الثانية انا قدرتها شوية خفيفة فما قلت لكي انتقلوا بغيت انتوا ما يجيكم تقيل طبقة اللولة هاد يدخلوا الكسان ديالكم الموجمد حتى يجمدهم مزيان وعدك ساعه كديروا عليهم الطبقة الثانية بحل شكل كي كان نحضروا الفلون طبقات مهم انا العصر الثاني قدرتوها شوية خفيف ومن انكبيتو على هذا الفرامبواز فتخلط جاكيه واحد للألوان اللي ازوينا ممكن هذه العصر ديال الفرامبواز طبقة اللولة ممكن تديروها بالكيوي يعني يجيكم هكيا الخضر مع الصفر او الخضر مع الحمر يعني انتو ما لعبوا على حسب الالوان وعلى حسب الفواكه اللي توفرت عندكم سوف نزينو من الفقرة كيا حبات ديال الفرامبواز باش كنعطيو ذاك الغبل باللي هاد العصر في الفرامبواز او كتزينو بالفواكه اللي انتو مدرتو في العصر الداخل تشكيلة ديال العصر ديالنا مازال فيها الخير والبركة فخليكم مازال معايا اندوزوا لتحضير العصر الموالي سافي قدرت الحبة ديال الفوكه مع الحليب وشوية ديال سكار او ممكن تستهنو عليه وكم طحن الكل وتيكون العصر ديالنا راه شاهز مهم قلت دائما نشارك معكم غير عصائر بالبرتوقال فكن نوع من التغيير قلت ارى نحضروا هذا المرة بالحليب كي يجي بنين بالسف كيف كتشوفو تجيك يعاقد وخاتر مهم مفيش اضافة اللي واو ولكن اكيد الكل كيبغيه ولداتك ما تيبغيوش ياكلو الخيام عليك بهذا العصر ما غادش يحسو بالمضاق ديالو وكيجي منعشو رائع في الكاس ديال الخلاط درت عصر ديال بورتقال مع واحد الحبة ديال الخيار اللي حي يطلع كي يدك السري على الداخل وكذلك حبة ديال التفاح كمطحن الكل مع بعض ما درت لسكر لوالو حي تتفاح له كذلك داك العصر ديال بورتقال كالعندي حلو تيجي واحد العصر الليمون نعيش و بنين بنين بساف سافة هنا يتيكون العصر ديال نواجد سوف نشارك معكم هالطريقة للتزيين ديال الكووس هكاها كنوع من التغيير اللي بغيتو هنا تقدموهم فخضيت الكووس ديال العصر فين غادي ندير دوزت عليهم كي غير واحد ترنش ديال الحامض او على حسب الفواكه اللي انتم ما درتو ممكن تدوز على شوية ديال الفريز او الكيوي المهم اي حاجة مهم شي حاجة اللي تكون سائلة ومن بعد كان دوزم هكاها في سكر سانيدا سكر حبيبات ممكن ذاك سكر تلونوه الى كان عندكم دوك الملونات غدائية بحال هكاها في الحمار في الزراق في الصفر غاديجي عاطي المنظر ديالهم اكتر مهم انا كتفيت فقط بسانيدا باللون ديال هاللي فيها وزوقتهم هكا تيجي حتى المنظر ديالهم زوين ممكن تدوزهم واحد لاباي او واحد الكوغدان اللي في مثلا طريف ديال الخيهات طريف ديال دفاع باش يني تتقديم تلعين هكا يكن نلعب شوية على الدكور المهم انا ما كان اش عندي فاكتفيت فقط بدك تزيين ديال السكر جا واحد العصير يا سلام الى عجبكم الفيديو ما تنسوا تشجعوني بواحد لايك تخليوا الرأي ديالكم في التعليقات وخليكم ما زال معيان دزول تحضير العصير الثالث في الكاس ديال الخلاط ديت واحد الحبة صغيرة او متوسطة ديال باربة اللي تكون مسلوقة مزيان وطيبة ضفت عليها جوج حبات ديال الموز ونضيف كمية ديال العصير ديال البرتوقة سافي تحنت الكل مع بعض مادرة لاسكر ولا شيء يعني الموزرها حلو عصر البرتوقة الحلو والبربتة هي المضاق ديالها حلوة المهم تيبقى الحلاوة او الاضافة ديال السكر او العسل على حسب الطق ديالكم وهنا تيكون العصير ديالنا رأي شاهز تيجي هكا يلون دياله كيشهي والمضاق تيجي بني بني بساف وصحي يعني هكا شي حاجة مغير تيكون هذا هو العصير تيجي هكا القوام دياله شوية تقيل بغيت تخفوه ممكن تزيدو داك الماء اللي تسلقت فيه البربا او كتزيدو كمية ديال الماء او كمية ديال العصير البرتوقال المهم القوام تيبقى على حسب الطق ديالكم انا تعجبني اغلبية هكا العصير ما يكونش خفيف بزف وما يكونش عوتاني تقيل الفيديو ديالنا تيكون سهلة خفيف ضريف شاركت معاكم في ستاديال العصائر بأدواق مختلفة نتمنى ان شاء الله اعجبوكم وتجربوهم بصحة وعافية إلا بغيتون ديالكم جزء ثاني بعصائر مختلفة خليوالي في التعليق وكذلك إلي عندكم شي وصفة ديال العصير اللي تيجي رائع فخليوا في التعليقات هكا يا نستفدو مع بعضنا البعض في انتظار اقتراحاتكم اراءكم كذلك الدعم واتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء بصحة وراحة وإلى الفيديو القادم ان شاء الله سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر